السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله سوف ندري معكم كيبات مقليين نغسلهم بالحامض أي الليمون الزنجابيل والخل سوف نديرهم على الشكل كانتاكي عندي المقادر هنا ندير في الأول الملح وهذا ما نكتروش بزيك الملح ندير كذلك بزار ثم الفلفل الأحمر أو البابريكا والكوركم أي الخركم عود ثم الزنجابيل هكذا ونضيف كذلك التوم محكوك وممكن نضيفه ثوم بودرة وفي الأخير نضيف نصف كأس حليب ومن بعد نخلط مزيان هاد العناصر كاملة وهاد الطريقة كنديرها باش يجو هاد رقيبات او الفخيضات ارتبين مهم نخلط جميع المكونات مزيان هكذا وغادي نخلي هاد الخاليط تقريبا ساعة او ساعتين باش يدخل المكونات لدي الخاليط في الفخيضات مهم من بعد ما مرت ساعة نخلط الآن خيضات ودرت لهم قبل درت لهم في هاد الفتحات هاوما بسكين وعندي الدقيق هاكدا هاكدا كلهم درت لهم فتحات هاكدا عندي هنا دقيق هنضيف للتوابيل اه في الاول هنضيف الكركم بابريكا ابزار ثم الملح ونخلط جميع العناصر بزيان هاكدا بلد هتا ادخلطه مزيد عاد غنناخد الفخيضات اي ناخد فخد واحد وغندخلله هادي الدقيق مزيان كيفك تشوفوا معايا هتا ما هنضيف لي هاكدا ندخل الدقيق حتى الفتحات اللي درت بالزكين حتى وما ندخلهم الدقيق بزيان ثم غن ناخده نسوس شوية نزين منه شوية زائد دي الدقيق وغادي نوضعه في الماء هكذا الماء عادي هكذا ونحزب احتل ثلاثة اي واحد اتنان ثلاثة وغادي نهز الفاخد وغادي نرجعه كذلك الدقيق وندي له كيف درت في المرة الاولى هكذا ونضيف له هكذا الدقيق حتى الفتحات كذلك وغادي نهزه ونسوسه هكذا ثم غنضيره في الزيت سخون بزاف باش نقليه هكذا نضيف له نضيفه الزيت سخون بزاف ولكن غادي ننقص من بعد نقص النار باش الفخيضات ايطيبوه احتمل داخل غادي نكرر العملية مع جميع الفخيضات هكذا نفس الطريقة في الاول كندي له الدقيق هكذا الفخد كامل والفتحات كذلك ثم ازيل زائد دي الدقيق ونديره في الباق كذلك كيف درت الفخد الاول هندير هاد الفخيدات اللي بقعو هاي بنفس الطريقة هسا نكمل المهم نتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها متنسونيش من تعليق زوين واللايك كذلك والناس جداد مرحبا بيوم الى باقود دخل القناة ديالي مع اليوم الا يضغطوا اسفل الفيديو على ابوني وفعلوا الجرس باش يتوصلوا باي جديد وكنشكر الجاميع غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كمية كاملة ديال الفخيضات والمهم نتلاقى باعكم فالتقديم ان شاء الله هادا هو دجاج او قطع الدجاج كي مجو مقرملين او مقرمشين لداد واعرين بزاف بزاف هادا هو دجاج كي تسمى او هاد طريقة كتسمى كانتاكي او كاف سي اه نتمنى انه يعجبكم وتجربوه وشهية طيبة ودومتم في رعاية الله والى المنطقة ان شاء الله في فيديو قادم مع السلامة